تونس الأمور تتصاعد فيها ورئيس التونسي قايس سعيد أعلن منذ قليل أنه أعفى رئيس الحكومة المشيشي من منصبه وجمد اختصاصات مجلس النواب وأعلن أنه رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب وأنه سيتولى السلطة التنفيذية لحين تعيين رئيس حكومة جديد وقال أنه سيكلف شخصية جديدة برئاسة الحكومة بدلا من المشيشي وأنه سيعين الوزراء في الحكومة المقبلة بنفسه وقال أن الأجراءات المتخذة هي لإنقاذ تونس وليست انقلابا على دستور البلاد وطلب من الجيش أن يكون موجودا في الشوارع الفترة الأخيرة تونس تشهد تظاهرات واحتكاكات مع القوات الأمنية كان هناك هجوم على مقرات النهضة في حزب النهضة في عدد من المدن وخاصة في صفاقص والآن الرئيس التونسي قال أن هنا سنتخذ إجراءات استثنائية لإنقاذ تونس وأنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأنه يرفع الحصانة عن كل النواب كي يتم التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت في حق تونس وكما قلت لكم في تونس تتواصل ما أطلق عليه مسيرات الحسم ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية المحتجون اقتحموا مقر حركة النهضة في عدد من المحافظات سيدي بوزيد، القيروان، سوسة ومطالب المحتجين كانت واحدة في كل المحافظات التونسية وهي إسقاط منظومة الإخوان وإقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفساد مالي وخلال الساعات الماضية توعدت قيادات إخوانية رئيس التونسي قيس سعيد وأنصاره واتهموه بالوقوف خلف هذه التظاهرات ضد حركة النهضة في البلاد ويعني الآن الرئيس التونسي يتخذ قراراً واضحاً بإقالة حكومة المشيشي وقرر أنه سيقوم بتعيين رئيس وزراء آخر وسيعين الحكومة بنفسه والحقيقة كنا بنشوف يعني النهاردة شفنا مشهد يمكن شبه مشاهد كتيرة كنا شفناها في إبان 2013 بعد ذلك فالحياة دي مشاهد يعني نتمنى أن تخرج منها تونس بسلام إذن تونس الرئيس التونسي يجمد البرلمان وقال إننا لن نسكت على أي أحد يتطاول على الدولة ورموزها وقررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعينه بنفسي ويقيل حكومة المشيشي ترجمة نانسي قنقر